اشتركوا في القناة ارهابية مع ضفنا اللي منورنا دلوقتي الكاتب الصحفي وصانع المحتوى شريف بديع النور ازايك يا شريف؟ ازايك عامل ايه الحمد لله كله كويس انا اكيد اول حاجة هسألك عليها ذكرياتك مع 30 يونيو بصي يعني وانتي بتقولي لي الكلمة بفتكر مشهد ما شفتش زيه في حياتي انا كنت يوميها في الاهرام في مكتبي في الاهرام ونزلت عشان اشارك مع الناس فانا شاركت في صورة يناير وشفت العداد اللي كانت موجودة في صورة يناير والميدان كان في اوقاب بقى زحمة بس كنت بلا ما توصل للميدان الشارع ماشي عادي انا نزلت الاهرام في شارع الجراء دخلت شارع طاعة الحرب ما كنتش عارف اتحرك يعني انا عشان عارف اوصل ميدان التحرير كان شيء صعب جدا لان شارع طاعة الحرب من اوله مقفول بنيان مقفول تماما اه تاني حاجة انت وانت يعني في ميدان التحرير كنت بتشوف في صورة يناير كنت بتشوف نوع واحد بس من الهتافات طيار واحد تقريبا موجود بينما وانا ماشي في ميدان طلعت حرب انا شفت كل حاجة يعني شفت كل الاطياف كانت موجودة بالجد انا وصلت الميدان بصعوبة جديدة يعني شارع طاعة الحرب ما كانش بتحرك خلصت الميدان رحت رجعت ورحت على المصر الجديدة عشان اشوف المنظر هناك برضو من ساعة لما طلعت طبعا مركبتش عربيتي لان الدنيا ماتحركش ماشي طبعا ايه طبعا ركبت المترو كان شغال نزل من ساعة لما ركبت المترو والناس يعني انا مكنتش متخيل انها شوف الاعداد دي هنا كمان كان اعداد ضخمة جدا جدا وساعتها كان بقى عندي سخة انه في حاجة هتحصل يعني قبلها كنا اه يعني في حاجة بس مش حارفين ايه بس لما شفت الاعداد الكبيرة دي وشفتها بعيني محدش بيحكيلي قلت في حاجة خلاص الناس فائت طب شريف كنت خايف انه في فترة ما يعني حسيت انه ممكن حكم الاخوان يستمر وهل ده مثلا عملك خوف يعني على نطاق صغير بيني وبين مثلا اهلي وصحابي انا شفت ناس كانت بتلم شنطة ماشي من البلد انا بصي هو الخوف من اول لحظة من 30 يونيو اللي قبلها بسانة لانه من تجربتنا مع الاخوان فترة اخيرة في عصر مبارك سابلهم البراح شوية وانا في الجامعة كانت سابلهم براح شوية تجربتنا مع الاخوان الاخواني ما بتعرفش تتكلم معاه هو عنده فكرة حد ايلهاله فهو بالنسبة له فكرة ده هي الصح لو دخلت معاه في نقاش مهما حصل النقاش ومهما كان النقاش منطقيا انه هو كلامه مش صح انه هو ما بتتحركش فانك تتنقل ان النوعية دي يكون هي اللي بتحكمك ده دي مصيب هو عنده اعمار المرشد ايلهاله او هو شايف انه هو صح اصدق ان هو ما بيشغلش موخه ومهما تناقشت معاه اه مهما تناقشت معاه وبين انه هو منطقه غلط او كلام له هو بيقوله كده هو برضو ما بيغيرش انه هو في الاخر يفضل معاك نفس طويل وفي الاخر يقولك الكلام اللي ابتدى بيه هو هو كلامه بنتهبه انت بتناقش مع الهوة اتكلمت انت مع حد منهم في المدان؟ باتكلمت معهم في المدان وبرى المدان ما احنا كنا بنشوفهم يعني ما بولك انا اوزي حصل حوار اللي هو هات وخده مع بعض اه في السنة دي وقبل السنة دي كنا منتناقش مع بعض دايما في الحاجات السياسية ما احنا كان عندنا اقولك حاجة مرسي ما فازش باغلبية صاحق ده فاز باغلبية بسيطة طب فاز باغلبية بسيطة على مين؟ على ممثل في الول الناس كنوا من سنة واحدة خارجين ضده بالملايين ده كان رئيس وزراء مبارك هو اللي كان قدام مرسي وفز بأغلبية بسيطة معنى كده انه هو ما فزش عشان الناس كانوا عايزين يختاروه مش عشان الناس دي كانت عايزاها كان ساعتها لو تفتكري مصطلح عصر اللمون اللي هو عصرين على نفسهم لمونة واختاروه فده كان مفروض يخليهم يفهموا انت جاي بعصر اللمون انت مش جاي برضا شعبي فمعنى انه يعني بالراحة مع الناس احنا مشوفناش ده طيب خلينا نرجع شوية بالذكرة تاني برضو مع بعض ونفتكر استمار التمرد طبعا تفتكر ليه الناس كلهم مضوا عليها او معظمهم يعني هقولك حاجة طبعا احنا مشكلتنا ومشكلة الناس عموما انها بتنسى بتنسى هو ايه فالناس بتفتكر المشاكل الكبيرة اما يقولك مثلا كان ساعتها فيه مشكلة بترول كنا عشان ندخل بنزينة انا فاكر وقتها والصور لسه موجودة على السوشيال ميديا اننا لما عرفت ادخل البنزينة صورت مع الراجل جوه ان كان حلم انك تشوف الراجل اللي بيحط لك البنزين في العربية كانت الشارع بتبقى وقفة عشان البنزينات كان كبرى 15 مايو احنا هنا في التلفزيون كان كبرى 15 مايو فهو فيه حلم ان انت تعرف تعديل ان الشارع وقفة يعني ده كان انتك تعدي النيل من ناحية لناحية ده ده محتاجة كان محتاجة معجزة بس مش عشان كده بس نزل المصريين لان المصريين على مطار تاريخهم احنا شعب حمول بس حملنا حياة كتيرة جدا بس نزلوا لان هم شافوا ان بلاتهم بتتخطف منهم يعني هل ننسى اللحظة مثلا في احتفال اكتوبر الوحيد اللي حصل في عحدهم لما خلوا اللي قاتلوا الرئيس السادات بطل حرب اكتوبر قوات الجيش المصري وحرب اكتوبر يجوا ويعودوا هم في المنصة يحتافلوا من صار اكتوبر بيبتوها منين يعني الجبرو حتى بتاريخ بتزيف وبتعملوا كده في اول سنة ومال لو كان بعد خمس سنين وعشر سنين كنا هنلاقي كنا هنقول يعني هغيروا الكتب يعني الناس ناسية انه كانوا البناتهم هم ماشيين في الشارع فيه ناس بيوقفوهم يقولولهم احنا مش هنسبكو احنا هنعملكو البسي مش عارف ايه وعمل ايه في الشارع ده حصل لناس انا عرفهم مش هكليش اخصي محدش حاجهولي الناس ناسية الحالة الاخصاء اللي كان بتحصل مثلا للاخباط مش عاجبكو شوفولكو بلد تانية بلاش للاخباط ما كانش في حالة اخصاء حتى ليه نحنا ان احنا دي بلدنا ولو مش عاجبة كمش ما كانش في حالة اخصاء كمان هو اخطر حاجة هو حالة هو الاخصاء بطريقة دينية اللي هو ايه قالت الصناديق اللي مش عارف ايه نعم الناس بتنسى اللي هو انا لما بخالفك انا بطرق الدين لانه هو الدين امرني بان انا اعمل ده اللي هو الدين بقيت مش باختلف معاك سياسيا انا عاصي وربنا هيدخلي النور عشان انا مختلف معاك فهو الناس بتنسى الناس ما نزلتش عشان بس كان فيه مشكلة اقتصادية وكان فيه واضح انه فيه مشاكل لسه جاي اكتر الناس نزلت لانهم حسوا ان بلاتهم بتتاخب منهم صح طب شريف انت بتديه مكتطفات صغيرة كده انا عايزة اسألك سؤال بالتفصيل شوية لو كان المصريين ما نزلوش واستمر حكم الاخوان تفتكر كان هيبقى ايه الوضع دلوقتي بصوا فيه ايجابتين لو كان المصريين ما نزلوش يوم تلاتين كانوا ينزلوا يوم واحد تلاتين كانوا ينزلوا يوم تلاتة كانوا ينزلوا يوم تلاتين شهر اللي بعده كانوا ينزلوا لانه السمرار الوضع على ما هو عليه ده شيء كان صعب جدا طب هنفترض انه هم مش هقولك المصريين ما نزلوش هم كانوا نجحوا في اجهاض نزول المصريين خلي بالك وليجة ليه نزول المصريين نجح نجح لان الجيش هو افرانه لو ما كانش جيش هو افرانه ما كانش النزول ده كان هينجح ولا كانت صورة يناير هتنجح ولا تلاتين ما كانش ده هينجح لانه في الاخر ارادة الناس محتاجة القوة اللي تدعمها فهنفترض الافترض الثاني أنه المصريين نزلوا وما تدعموش كان إيه اللي هيحصل كان هيحصل أنه خلينا نفكر في اللي احنا عايشين فيه دلوقتي احنا بلد من كل النواحي عندنا مشاكل يعني من كل النواحي ومشاكل كل النواحي عندنا ديت بتقول لنا المشاكل دي لو كانت عندنا كان حصل إيه يعني في السودان تحت السودان تحت اللي هي دخلت في حربة أهلية بيموت فيها ناس أكتر من اللي بيموتوا في غزة طب إيه السبب هو كان عندهم رئيس إخواني عمل جيش موازي للجيش بتاعه بيموتوا في بعض هم كانوا بدوا يعملوا ده وكان فيه غول بيربه وكان الغول لسه مطلعش احنا الغول ده برضو احنا بننسى احنا بننسى ان احنا فضلنا من 2013 فضلنا كم سنة في رعبة دي بسبب الأعمال الإرهابية اللي كان بتحصل سينة عبلا معنا ومش في سينة بس احنا كان هنا في الجيزة لما حصلت يعني احنا شفنا أيام الناس بتنسى بسرعة طب لو كان الغول ده كبر كنا احنا بأوضعنا ازاي دلوقتي بلاش ده احنا كنا في فترة فيها تصريحات عنترية وكلامه نسحب السفير ومش عارفه وبتاع وبعد كده ببعت الخطاب بتعزيش يمون بيريس برضو الناس بتنسى لكن ده كان حقيقة هل احنا شفنا الرئيس الفلسطيني عباسة موازن لما كان يتكلم انه نظام الإخوان في مصر كانوا بيتكلم انه ما عندهوش مشكلة انه يكبروا غزة شوية ويدوم حتة من مصر ويبقى حلنا المشكلة اللي هو بس تاخده من عندنا لانه كان هو في الآخر فيه سياق هو كان عايز ياخد شرعية ومكسور عينه فهو عشان اخد شرعية وانا مكسور عيني وانا مكسور عيني هعمل ايه لازم مدي التنازلات انت مش مضطر لدد دلوقتي فلو احنا كملنا لأ احنا لو كنا كملنا طب هل كنا هنشوف مصر او هنفضل قاعدين في مصر اللي احنا عارفينها اللي انا وانت يكبرنا فيها هل هيكون هبقى ده شكل مصر هل كان هبقى الناس عارفين يعيشوا عياتهم بالطريقة الطبيعية إذ كان هو من اول يوم يوم ما فاز مورسي بالانتخابات يوم ما فاز مورسي بالانتخابات واحدة زميلة صحفية كانت ماشية في غصة بلد واحد مسكها ادلحة طريحة يعني كلام في ان انتوا وكل ده لانها ما كانتش محجبة مع انها لابس لبس محتشم انه مش هنسيبك ومش هنعمل لك ده حصل كثير على فكرة هل من يوم ما فاز طب بعد عشر سنين من فوزه كان هبقى الواضح ياس كان ما يوم ما فاز كان ده الفكرة طب بعد عشر سنين من بقى التغالغل في مفاصل الدولة في ان هم بدأوا يدخلوا في اماكن حساسة كان زمان البلد كلها دلوقتي بقت اخوان صح كنا زماننا نحن دلوقتي محتاجين نعمل صوت الاخلية المصرية في مصر بالزبط طيب بعد 11 سنة في ناس ممكن يكونوا اقلية بيقولوا على فكرة دي ما كانتش ثورة تقول لهم ايه المصريين ما نزلوش نزلوا بس دي ما كانتش ثورة بص هقولك حاجة ممكن ربنا ما تدركش البصيرة ده عادي عادي بس ان انت بس كمان كان فيه صحف كتير ومحطات أجنبية كتير كان بتقول لا دي مش ثورة شعب وقتها هقولك ممكن ربنا ما تدركش البصيرة عادي بس ان انت ربنا يكون منديك عينين ومفتحين وما بتشوفش هي دي المشكلة لانه العدد اللي احنا شفناه في الشارع انا شفتها انا محدش حكالي انا مشيت في الارض انا والله العظيم كنت ماشي في شارع طلع الحرب مش عارف اتحرك يعني الناس هي اللي بيزوقيني وانا مضطر ان انا مشي في اتجاه واحد مش عارف اتخل يومين ولا شمال فبقى زي ما كانش فيه ناس يعني صور مفابركة طب اللي شفناه في الشارع لا ده كان فيديوهات وصور لكن المفابرك باقي اللي كنا نشوف يقولوا انه في الخنوات اللي بتتكلمي عليها بجايبيني الشارع فاضي واحنا وقفين في الشارع في وص الناس عمدين تسجيلات قديمة بيزعوها للشارع وهو فاضي واحنا موجودين جود وص الناس تعرف ان فيه مؤامرة هي كان فيه مؤامرة بتحصل والناس اللي كان في الشارع هم اللي انقذوا وبعكاد لو ما كانش فيه ناس في الشارع اللي كان هيدغط عليهم اللي كان ممكن يمشي لو ما فيش ناس في الشارع بالارقام زي بارقام ما شفتهاش قبل كده ولا حد شافها قبل كده طيب احنا طبعا فيه تحديات كتيرة جدا بتحصل على حدودنا تفتكر لو ما كانتش حصلت الثورة غير الجزء اللي انت قلته قبل كده اللي هو بتاع خده حتة من غزة ونحل الموضوع وكده تفتكر ايه تاني كممكن يحصل بص هقولك حاجة يعني ايه يعني كان دايما على السوشيال ميديا بنشوف حاجات ساعات بتضحك ساعات بتعيط ساعات بتضايق ساعات بنقول لا اولي وساد النهضة بدأ امتن وفي ناس كانت بتمشي تقول انه دا احنا في خلال عشر سنين البلد دي كلها هتباع اه مسأل يعني دا الكلام طبعا اللي كان بيتقال على السوشيال ميديا من الناس ببقاية وانتناسية ان احنا كنا بنعرف تصريحات الرئيس مصر من وكالة الانطول ما كانش بيصرح اللوكاية الرسمية كنا بنستنى لما هي تقول الكلام اللي بيقوله الرئيس حمد بن جاسم اللي هو رئيس وزراء قطر اللي كان مقرب جدا من نظام وقتها في حوار اعتقد من سنتين تلاتة موجود صوت وصورة يعني عشان محدش شكك فيه قال انه هو لما قاعد مع الاخوان في مصر لأ ان هم اخرهم يديروا محل بقالة ما يفعش يديروا بلد دا بجد تقيلة يعني موجود صوت وصورة موجود صوت وصورة موجود على اللي يعمل السرش على اليوتيوب هاي لايه كمان اطعينه مقطع لوحده فانا بكلمك على اكبر نظام كان بيدعم الاخوان وقتها صح وحمد بن جاسم تحديدا اللي هو كان رئيس وزراء قطر ورجل معروف يعني فتخيالي انه اكبر دعم ليك بيقول ان انت اخرك تدير محل بقالة حتى ما قالش تدير حيبار ماركت يعني محل بقالة فانت كنت بتديروا بلد كانوا هيحلوها ازاي بالضافة ان هم كانوا شايفين حاجات تانية هو كان هدفهم هو اخوانة البلد مش انقاذ البلد يعني بس عايز افتكر برضو حاجة احنا كان عندنا رئيس ما شاء الله بيقول مصطلحات خالدة نزل عليها اعلانات يعني فاكرة لما قالي ان احنا في منحضر الصعود احنا كنا في منحضر صح بس بندحرج بس ازاي من محضر الصعود كنا في منحضر وبندحرج ومش عارفين ان الدحرجة ديت هتوصلنا فين طيب شريف بعيدا عن ان انت صنع محتوى انت كمان صحفي كصحفي ايه اكتر مشهد ما بتقدرش تنساه او اكتر حوار دار بينك وبين حد ما بتقدرش تنساه وقت الصورة بصي يوم 30 يونيو نفسه انا مش هنسى ان انا لما روحت عند الاصر الجمهوري كان في ناس شانين خروف في ايديو وصورته فده مشهد بفضل فاكره اوي انما حواراتي معاهم انا كنت بحيث انه هو عندهم انتهازية هو بيدور ازاي يكسب انا بتكلم بقى على القواعد من تحت بيدور ازاي يكسب مكسبه الشخصي بسرعة وكانوا عندهم ظن ان هما هيعودوا على الاقل 10 سنين فال10 سنين دول نقدر نكسب فيهم ونقلب الدنيا بالضبط اسرع وقت فده كان اكتر حاجة وكان اكتر حاجة بالدين الناس المخدوعة فيهم الناس اللي مفكرين ان هما بتوع بتوع ربنا لانه دول كانوا بيعملوك في ازمة يعني هما بتوعرب بنا طب واحنا بتوع ايه انا مش هنسى ان انا مثلا ما هو الناس بتنسى يعني مثلا انت كنت بتطلعي بيتك وانت ضمنا منك لما تنزلت لها عربتك تحت البيت لا ناس نسيت ده احنا فعلا كنا بنركن العربية واحنا مش ضمناين احنا ننزل لها احنا كنا كلنا عايشين في رعب كنا انا حصل لي الناس تعدوا علي على المحور وعلى الدائري بالليل كنا ببقى شغالين وكان مرة مظاهرة اخوان مع الدين خبطوا جامد على الزوز العربية عشان يقولي احنا جامدين فانت كنوا حتى كصحفي بيعرضوك خطر اه بيعرضوك لتخويف عشان تتكلم عليهم هقولك حاجات دحكك واحنا في المجلة فاحنا بنعمل الاستفتاء السنوي المجلة بتاع 1813 فارحطنا في الاجتماع قلت له عشان نكون متفقين طبعا كان ساعتها رؤساء التحرير حتى من جايبينهم ان احنا شخصية السنة اكيد مش هيكون رئيس مرسي فراحال لي قلت له عشان اكيد مش هو احسن شخصية في السنة يعني صعب تكون راجل بكل يوم الناس بتنزل عليه مظاهرات ونعمله بعد لما دخلنا نخش كبير مع رئيس التحرير فراح رئيس التحرير عمل ايه لغى البند ده من الاستطلاع مش موجود خالص حالص عشان من لا هو ولا غيره طب انت كصحفي فادك في ايه كصادع محتوى فادني بص اولا عمل الصحفي هو خلاني اكثر ان انا عندي خدرة على توصيق المعلومة على ان انا اعرف اقدرها وعرف المعلومة الصحة من معلومة الغلط وعرف احكيها لانه في الاخر احنا بنقول حكاية وعمل عليها مسئولية تانية ان انا ما اقدرش اقول كلام مضروب او اقول معلومة وبعاكاته تقول لي انت قلت كلام غلط لانه في الاخر انا عندي مزاقية انت عارفني انا بقولك ان انا صحفي وصحفي فين فانت عارفني فمش شخص مجهول طالع قاعد فممكن تقول او والله ده بيقول اي كلام او يعني مالوش مزاقية فهو الدني مزاقية عند الناس وعشان كده سميت الصفحة بتاعتي الصحفي وقناة بتاعتي الصحفي ودني مسئولية قدامه طب شريفة انا اسألك على حاجة عايز اعرف فيها رأيك فيه ناس كتير بتطلع على السوشال ميديا او بتطلع على التلفزيون وبيقولوا فكرهم في حاجة معينة سياسيا او تاريخيا او اجتماعيا وبعدين بعد كده بتعدي سنين وبتلاقيهم ان هم غيروا كلام هل انت بتشوف ان هو ممكن يكون انفتح على حاجات معينة خليته ان هو يغير رأيه وان ده مقبول ولا هو مش مقبول والصحفي او المزيع او الانسان اللي بينقل اي معلومة للمشاهد المفروض يفضل على كلامه طول الوقت ويبقى متأكد من المعلومة اللي هو هيتطلع بيها من اول مرة فما تتغيرش بعدين المعلومة ما نفعش يعني ما نفعش انت بلازم تأكد معلومة رأيك ممكن تغيره لان احنا بشر وطبيعتنا ان احنا ممكن بنفهم اكتر ونقابل الناس ونغير اراءنا ولازم نكون كده واعتقد الناس لانه السوشال ميديا كل حاجة بتحفظها دلوقتي فالناس بدأوا يفرقوا ما بين اللي بيغير رأيه لانهو غيره ما بين صاحب المصلح لان احنا شوفنا ناس غيروا رأيهم كل كم خطوة يعني كان راجل المؤيد الحزب الوطني وبعد كده رح قال انا من المشروع الاسلامي وبعد كده قال انا مش عارف ايه فالناس بتعرف تفرز وتعرف تشوف اللي غير رأيه حاجة واللي غير معلومة حاجة تانية يعني من حق الصحفي او اللي بيقدم المعلومة ايا كان هو اي مهنته انه يغير رأيه لانه ممكن تفكيره يتغير لكن المعلومة ما ينفعش انه تتغير ولانه ممكن زي اي انسان يتعرض للخداع يتخدع يفكر حد كويس ويطلع يفكر فكرة ديتها اللي فيها الحل وبعد كده يكتشف مع الوقت انه كان غلطان ومش عيب انه يطلع يقول انا غلطان هو العيب انه يطلع يقول انا عمري ما كنت كده لا ده يبقى يا رجل بيخدع عنه لان احنا منشوف كتير جدا على السوشال ميديا ناس مثلا حاطين فيديو لفنان معين بيقول رأيه في موضوع معين وبعدين قطعين مثلا فيديو اللي ورا او مركبينه جنب بعض يعني انه بيغير رأيه ومغير كلام وبيبقى فيه كم نقد على الموضوع ده مش طبيعي تحت طبعا الفيديو ككامنس وكده يعني برضو من خلال برنامجنا عايزين نقول ان اي انسان على وجه الارض على فكرة هو ممكن يغير رأيه اه بس هنا بس عايز اقولك حقيقة هو مشكلة الناس الناس دي وانا ما شفتش موزيعة زيك في حياتي وهي والاخر اختلف او يحصل حاجة فتاني يوم كانت هي اسوأ واحدة بس عمرنا يا شريف برضو ما دخلين جوه قلوب البني قدنين وعارفين التطرف في الرأي هو اللي بيخلي الناس تقول انت ليه بتعمل كده تاني حاجة طيب انت تتطرفت في رأيك اطلع اقول انا كنت غلطة انما هو بيقولش هو قال ايه قبل كده هو بيطلع يتكلم كانوا ده رأيه من ساعة ما تولد يعني هو تولد الرأي ده عنده فده بيبقى مشكلة مع ان انت تعترف بغلطك ما تعترف بغلطك ايه المشكلة طيب تفتكر دلوقتي الناس بقت مهتمة بالمحتوى السياسي والتاريخي اكتر من الاول بصي الناس بتحب الحكاية بتحب الحكاية المسلية ايا ان كان الحكاية المسلية دي بتحكي في ايه طالما هي مسلية بيسمعوها بس الناس تسمعوها وهي في العربية بتسمعها وهي بتنام تسمعها وهي بتجري كده يعني لكن المهم يكون في حكاية والحكاية دي مسلية سياسة تاريخ انت طالما قادر توصل لهم اللي انت عايز تقوله في شكل حكاية يسمعوها طيب بالنسبة للناس صنع المحتوى تفتكر ان هما بقوا ياخدوا قشور الموضوع من بره ويعملوا منها قصة وحكاية زي ما انت بتقول مشكلة دي بتحسب دي مشكلة كبيرة طب المشاهد مشكلة اكبر ازاي يعرف يفرق ويميز يعني انا حصلي حاجة من كام يوم لقيت واحدة صاحبتي بعتلي فيديو لمنصة من المنصات صفحة من الصفحات فيديو معمول عن ناس مشاهير جدا فبتقول لي شفتي اللي حصل ده حصل كذا وكذا وكذا فانا يعني بحكم شغلي عارفة ان فيه مسلا حاجات معينة دي ما تصدقهاش فمن غير ما افتح الفيديو وقلت له اي حاجة موجودة جوه ده انسيها مش ما حصلتش طيب في غيره مليون الف واحد تاني انا معرفوش ف وكمان بشتغل في المهنة زين طب البني ادم اللي هو ما بيشتغل الشغلانات بتاعتنا وقعم بيتفرج وبيتلق يميز ازاي ده رقم واحد اتنين البني ادم بقى اللي خد كشور الموضوع وعمل منه موضوع ونص المعلومات ده لو مشتلت ربعها وكلها غلط ده نقول له طيب الرقم واحد في قاعدة كده بحبها جدا لابن خلدون بيقول علينا اعمال العقل في الخبر فلما حد ييجي يقول لها الخبر قبل لما تعمل سيرش عليه فكر فيه وشوف عقلك بيقول الكلام ده صح ولا غلط وبعد كده اكمل بعدها نخش على طالما الخبر ده انا احسس انه هو في حاجة قلقاني بتأكد بانه اشوف انه اتنشر زي ما تعلمني يعني في كلية في ثلاث اماكن موصوق فيها فلو هو في ثلاث اماكن انا واثق فيهم يبقى الخبر ده صح بس هو المشكلة ايه الناس بتستسهل الناس يشوفوا صفحة اسمها قالت كزا يا عم ده انت بتقول ان اسمها تحت بريد سلم يعني يعني هي اكيد كلامها غلط فدي مشكلة في الناس مش هتعرفي تعملي فيها حاجة هو محتاجين الناس يشوفوا اكتر طب المشكلة التانية في الناس اللي بيقولوا لهم اللي انت قلتلي من رقم اتنين احنا عندنا مشكلة انه افترض كمان حص النية يعني شوفي انت بكنت تتكلمي عن ناس سيئة النية لانه فيه على السوشال ميديا ناس سيئة النية بيقولوا كلام سيئة النية بيقولوا كلام اه اقولك انا لسه شايف واحدك هتعاملها بوست وعندها جمهور كبير يعني فهو البوست 80% من الكلام اللي فيه صح 20% غلط هي اخد التقرير كان نازل في محطة اجنبية اخدته كوبي وغيرت فخرة في النص فاللي هيخش هيعمل ايه هيشوف اول فخرة صح ويبص عليها هناك صح تاني فخرة صح يبقى بيقولوا التقرير صح مزجوط انا بس هام غيرها في النص فخرة واحدة بس الفخرة دي فيها الرسالة اللي هي عايزة توصلها اللي هي تقلب بها دماغي الناس طب ده ده شخص سيء النية بقى خلاص هتكلم عن حسن النية احنا عنديها مشكلة في صوتنا عن المحتوى لانه الشهرة والفلوس حاجة لطيفة طبعا وانده مش شغلتك فبيعتمد على اول صفحة في جوجل اول صفحة في جوجل مش شرط يكون الحقيق مش شرط يكون فيها قص لازم تدور على مصادر كتير ولازم تتعب ولازم يكون دي شغلتك لانه انا بشوف ناس مثلا شفت واحد كان عامل حلقة عن حرب الخليج حرب الخليج التانية اللي مصر شاركت فيها احنا كان عندنا دور عظيم جدا طبعا والجيش المصري هو اللي كان على الارض وهو اللي دخل مدينة الكويتة على الارض ولما تقري مذاكرات قائد الامريكي شورتسكوف اللي هو كان قائد قائد الجيوش المشتركة شوفي هو كان بيقول ايه على حركة بتاعت الجيش المصري والاخر فهو عمل ايه هو ما رسش المذاكرات هو بيعمل حالة عن حاجة هو اعتمد فيه على جوجل ففي جوجل ده في ناس كابين كلام مغرد هو حطه فوسك اولي لأسف مصر انت عبيت يا جوجل وبعاكدة تلاقي ناس كتيرة مفرجين عليه وبعاكدة تلاقي المصيبة انه الناس بيتكلموا على انه كلامه ده مرجع هو نفسه بقى مرجع انت مين عشان تبقى مرجع فانت لازم تشوف انت مين اللي تسمعه عشان تعرف تصدقه أو ما تصدقوش مش مجرد انه هو اطلع لك فهو بقى صح لأ عادي هو ممكن يكون طالع قدامك بس هو بيقول اي كلام وده غالبا بيحصل صح اغلب اللي على السوشيال ميديا بيقولوا كلام فعلا لما يجيب اشوف وانا دي شغلتي فبلاقي الكلام ده طب انت جبت الكلام ده من ايه انا شفت واحد شفت واحد كان بيتكلم على حاجة حصلت في حرب اكتوبر فبيتكلم حوالين انه رئيس السادات اتصل بمشير احمد اسماعيل وقال له كان بيكلم على بطل كان جاسوس عند جيش العدو وكان السوشيال يوميا فعمالي ويقول رئيس السادات يقول له لازم ومشير احمد اسماعيل يقول له ليه يا فندم هو مش ياخد باله ان مشير احمد اسماعيل كان رئيس المخابرات اصلا قبلها يعني اكيد المعلومة عنده ده هو اللي جند الولد فانت جاي منين فدي مشكلة كبيرة بس مش حلها عند الناس ان هم يفرطروا هم يفراجوا ازاي ويعقلوا شريف انا انبسطت جدا ان انت كنت معايا النهاردة ودايما انت بتتكلم بحيث ان انت بتحكي حكاية لذيذة مش عايزها تخلص فبشكرك جدا ونورتنا النهاردة في الترانس انا سعيد نكنت معك جدا واحنا كمان شكرا وبكده تكون خلصة حلقة النهاردة نشوفكم ان شاء الله الاسبوع جاي في نفس المعين باي باي